هاليومين قاعدة تكثر الخلافات الزوجية أو الخلافات التربوية بسبب الجلوس في البيت هو ظاهر بعض العائلات ما هو تعودة تجتمع مع بعض فترة طويلة وتعرفون الظرف اللي قاعدة نعيش فيه ما نعرف يعني إن شاء الله يأتي الفرج من الله عز وجل وتفرج وتتيسر لكن المهم وين هنا في نقطة مهمة لإدارة أي خلاف لأن شو نسيب الخلاف؟ أن نحن قاعدين نفتح ملفات قديمة صارنا متفرغين الآن ما في شغل فكل واحد مجابل الثاني ويفتح خلافات سابقة وملفات قديمة سابقا إحنا كنا مشغولين دوام نطلع الصبح نرجع الظهر مشغولين مع العيال التزامات عائلية التزامات اجتماعية فما صار ولا يكون في وقت الواحد يفتح مشاكل ويناقشها بعمق الدنيا ركضة وإحنا قاعدين نركض وراها اليوم لا قاعدين متجابلين نفتح الخلافات القديمة ولذلك حتى الأسرة ما تتفكك مهم لما نفتح أي ملف قديم أنا عندي حقيقة ثلاث توجيهات في هذا الجانب التوجيه الأول أنه ما نفتح أكثر من ملفه بنفس الوقت ما نفتح مشكلة ومشكلتين وثلاث ونفتح كل الملفات فيها الحالة العلاقة رح تتوتر رح تتأزم ورح يصير خلاف للأسرة وهم داخل البيت إذا نركز على ملف واحد خلاف واحد كان قديم نفتحه لما نسكر هذا الخلاف قديم نفتح واحد ثاني النقطة الثانية المهمة لما نفتح الملف ونين تناقش لا تتوقعون رح نوصل للحل بجلسة وحدة قد تطول الجلسات يوم يومين ثلاث والناقش الموضوع أكثر من مرة هنا الزوجين أو الأم والأباء مع عيالهم لازم يصير عندهم اللياقة شوان لياقة الرياضة؟ الواحد يدرب نفسه نفس الشيح نحن عندنا لياقة تربوية لياقة زوجية نحتاج هذه اللياقة نقعد مرة مرتين ثلاث والناقش الملف مرة مرتين ثلاث لما ننتهي منا إذا انتهينا منا نفتح الملف الثاني التوجيه الثالث وهو مهم جدا في قضية فتح الملفات أننا لازم نصير في اتفاق في البداية ونحن نناقش القضية أنه ليس بالضرورة أني أنا ألتزم برأيك أو أنت تلتزم برأيي قد يكون الحل أن نوصل لرأي بين الرأيين وهذه النقطة لو قدرنا نوصل لها حقيقة رح تنحل جميع خلافاتنا ومشاكلنا الشيء الأخير الاستعانة بالله عز وجل كثرة الذكر والدعاء والاستغفار لا شك أن هذه أمور تغطب القلب وتسهل العلاقة وتكون فعلا علاقة علاقة يعني مستقرة وسعيدة فهذه أربع نصايح لكم في هذه الأيام في كيف تكون أسرتنا مستقرة